وفي صفحة إضافية من الاستحضارات المتقدمة أكدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية التوجه لاستضافة المسؤولين في الحكومة لمناقشة نقل أسر مخيم الهول إلى مخيم الجدعة فيما حذرت من تحدي لا زالت تمثله أسر تنظيم داعش في مخيم الهول رئيس اللجنة الشريف سليمان قال أن مخيم الهول يحوي بقايا أسر التنظيم وليس بقايا النازحين وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقاطني الهول ولا تهتم بشؤون النازحين من المكون الأيزيدي وأشار إلى أن الحكومة العراقية لا تمتلك القدرة على تأهيل الأسر الإرهابية بل هناك مخاوف من استخدام الفكر المتطرف داخل المجتمعات العراقية ولفت إلى أن مخيم الهول من الأهداف الرئيسية لتطرف التنظيم وأسره في الوقت الراهن فيما يحذر المكون الأيزيدي من خطر محدق بالعراقيين عبر نقل بقايا داعش من مخيم الهول السورية ترجمة نانسي قنقر